إخواني لا تكونوا قضاةً كون رحماء ودعاةً كونوا هالحوار ولكن وسعوا وسعوا مساحات الرحمة في تفكيركم في تعاطيكم مع الآخر نريد خطاباً رحمانياً أو رحموتياً نريد خطاباً متسامحاً إخواني وأخواتي خطاباً متسامحاً نريد خطاباً يقول الآخر حقك مكفول تماماً من عند آخره في أن تعبد الله بالطريقة التي ترى بل أن تعتقد فيه العقيدة التي تشتهيها أن تعبده على أنه مجسّم على أنه مشبه على أنه له حدود أنت حر يا سيدي أنت حر اضرب حتى أساس التقديس لا تنزل عندك الحر عندك الحرية أن تحرم ما شئت على نفسك وأتباعك من طيبات الدنيا عندك الحرية ولكن ليس لديك الحرية ولا حقك مكفول أن تمنعني من التمتع بمثل بمثل الحقوق وأن اختلفت المضمونات فعندي حريتي أن أعبد الله على أساس ماذا؟ التقديس والتنزيه التام الكامل على طريقتي على طريقة علمائي وإمتي أتركني يا أخي أتركني أقدّس ربي كما أريد أخذ بفتاوى علمائي وإمتي في استباحة الطيبات التي لم يقطع دليلهم بحرمتها لا تفسقني وتديثني أتركني في نهاية المطاف نتسامح مع كل ألوان التفكير والاجتهاد ما لم يستحي الاجتهاد إلى جريمة تعرفون متى يصير الاجتهاد جريمة؟ إذا حرَّض أو عمل أو انخرط في التحريض على قتل الآخر أو إهانة الآخر أو اغتيال حريات الحقوق الآخر هذا مجرم وليس مجتهداً هذا لا يتساهل معه وقد يكون معطوباً في عقله أو نفسه فيحتاج إلى مصح الأمراض العقلية والنفسية اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت